وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس إخواني الكرام أرجو منكم أن تقوموا بمشاركة الفيديو والإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا وذلك للتجيع على مواصلة الدربي هناك بعض الناس يقولون هل الأمطار المتساقطة هذه الأيام في شهر ماي هي جيدة للنحل أم لا يا إخواني الكرام هنا مقولة في منطقة يقولونها أجدادي سأذكرها لكم وهو أنهم يقولون إذا تساقطت الأمطار في شهر ماي لا يوجد عسل ولا يوجد فواكه يعني كتسقط النو في ماء لا عسل لا غالة هم يقولون هذا نحن لا نعلم ونحن أخذنا الفكرة والعبرة من أجدادنا إخواني الكرام ولكن عندما سألت بعض الناس في منطقتي هنا وقلت لهم لماذا لماذا يعني عندما تتساقط الأمطار في شهر ماي لا يوجد عسل ولا يوجد فواكه قالوا لي بأن الأمطار عندما تتساقط في شهر ماي يعني شهر ماي يكون بداية موسم الفيض يعني موسم العسل إخواني الكرام يعني النحل يجمع العسل فعندما تتساقط الأمطار وتتساقط الأمطار تصبح الظهرة فيها كمية كبيرة من حبوب اللقاح فالنحل يبدأ يجمع حبوب اللقاح وعندما يجمع حبوب اللقاح إخواني الكرام يبدأ هنا يستهلك في العسل الموجود داخل الخلية فيعني هنا تجد فيها حضنة كبيرة من النحل وبعدما يتحسن الجو ويصبح الجو حار يعني يدخل الصيف إخواني لأنه ماي الواحد يعيشون من ماي هو صيف إخواني الكرام وعندما يدخل الصيف ترتفع درجة الحرارة وعندما ترتفع درجة الحرارة ماذا نفع؟ الأزهار تموت يا إخواني الكرام عندما تكون الجو بارد على الظهرة وبعد ذلك يأتي عليها جو حار فستموت الظهرة فلذلك تجد الأزهار تموت مرة واحدة يعني لا تدوم لمدة طويلة ولو لم تتساقط الأمطار في شهر ماي ربما ستبقى الظهرة طويلة يعني تعيش لمدة أطول لأنها يعني تأقلمت مع الجو لكن عندما يتساقط المطر فهنا تبدأ الظهرة بامتصاص الماء من الأرض وتبدأ تنمو مرة أخرى فستموت إخواني الكرام هذا يعني أمر مفروغ منه وكذلك الفواكه عندما يتساقط المطر الفواكه تكون صغيرة الحجم صغيرة إخواني الكرام وعندما تتساقط الأمطار تسقط الفواكه مثل هذه الفواكه التي عندي أنا هذه الأشجار ستسقط الفواكه منها فهنا لا تجد فواكه بكمية كبيرة وأيضا الأمطار عندما تتساقط على الفواكه ماذا أقول لكم ستصبح يعني فيها نقاط سوداء وتلك النقاط السوداء من بخات المطر هم يقولون هذا وتصبح ليس في هذه المار الله أعلم هذا وجدت عند أجدادنا والله أعلم إخواني الكرام هم يقولون هذا أنا لا أعلم ولكن حسب خبرتي وتجربتي في هذه المجال وجدت أنه يعني كما يقولون لو سقط المطر في شهر ماي لا غالة لأسل يعني لا فواكه ولا عسل والله أعلم إخواني الكرام المهم نحن أنا وضعت لكم هذا الفيديو وسننتظر يعني الوقت ما زال لدينا إخواني الكرام وسننتظر إلى موسم الفيض يعني موسم جني العسل ونشاهد إن كان فيه عسل والمقولة صحيحة أم لا دمتم في العيد الله وحفظه والسلام عليكم